لم يمضي وقت طويل من تعرض أرامك النفطية السعودية لهجوم يعتقد أنه إيراني حتى اتجهت الأنظار إلى مطار دبي الدولي الذي توقف بشكل مفاجئ عن العمل لفترة قصيرة التصريحات الرسمية الإماراتية أفادت بإغلاق المطار الإماراتي لمدة 15 دقيقة بعد رصد طائرة مسيرة تحوم في منطقة مجاورة للمطار ما أدى إلى تحويل مسار رحلتين داخليتين كإجراء احترازي وحفاظ على السلامة وفق بيان حكومة دبي وحتى الآن لم تعرف من الجهة التي تقف خلف الحادثة لكن توقف المطار الإماراتي بسبب الطائرات المسيرة فتح العديد من التكهنات حول إمكانية تورط ميليشيا الحوثي في الهجوم خصوصاً وأنها أعلنت تبنيها لاستهداف مطاري دبي وأبوظبي أكثر من مرة الهجوم على مطار دبي الذي يعد الثاني بسبب نشاط طائرات مسيرة وضع استفهامات حول قدرة الإمارات الدفاع عن أمنها القومي في الوقت الذي تصرف فيه أغلب قدراتها العسكرية والوجستية في دعم الميليشيات المتطرفة في أكثر من بلد عربي خصوصاً في اليمن وليبيا من الجهة التي تقف وراء استهداف مطار دبي الدولي؟ لا توجد إجابة حتى الآن لكن مراقبين يتساءلون عن صمت ميليشيا الحوثي تجاه هذه العملية مع أنها أعلنت تبنيها عملية الهجوم على أرامك السعودية رغم اتهام واشنطن لإيران بالوقوف خلفها ومع ذلك فإن الهجمات المتكررة على الإمارات والسعودية تعد بنظر محللين دليلاً إضافياً على فشل تحالفهما في اليمن ونتيجة طبيعية للأخطاء التي ارتكبت بحق اليمنيين وشرعيتهم